نحن نشرب الشراء ونحن نشرب الشراء في فرس العام في أي وقايتها يتيموتوا مجموعة من الشباب بالخمور ومخدرات ومجموعة من البنات يعني يكونوا في سكر ويكونوا في حالة يرتالها مشاهدي قناة بغريب تايمز أهلاً ومرحباً بكم اليوم عندنا سؤال مغربة اللي هو واش كي يحتفلوا بالبوناني وغادي نحاولوا أننا نستقلوا أراء من مجموعة من الأطياف لذلك باش تعرفوا الإجابة دي لها الناس خليكم معنا نحتفلوا بفرس العام بعدي نتجمع مع وليداتنا وترسقوا الترتاقية نحن عايشنا على براء لا أخويا حنا ما نحتفلوا ببوناني درس العام أخويا حنا أخويا مسلمين حنا نحتفلوا ب1444 فاش خلق الرسالة والسلام مشي باش خلق الماسيح حنا مشي مسيحيين أخويا حنا كان شربوا الشراء ولكن ما كان شربوا الشراء في فرس العام في أي وقايتها أنا لا أحتفل ولا يحتفلوا أبنائي برأس سنة الميلادية ولا بالسنة الهجرية كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى مكة لم يهاجر فرحا بل طرده قومه هل نحتفلوا نحن بطرد قريش للنبي صلى الله عليه وسلم إذن فالمسلمين بغي أن قال الله سبحانه وتعالى أن هناك أمور ينبغي أن نفعلها بالنسبة للعياد والحفلات والمناسبات أن تخضع إلى ميزان شرعي وإلى ميزان ديني وإلى ميزان عرفي فلا العرف يقبلوا هذا لمجموعة من المخالفات مجموعة من الحوادث يموتوا مجموعة من الشباب بالخمور ومخدرات ومجموعة من البنات يعني يكونوا في سكر ويكونوا في حالة يرتالها يعني ترتكب فيه مجموعة من المعاصي لا يرضاها للشرع وليست لا في صالح لا دين ولا وطن لا أنا لا وحدي لا إذا كان معي شي حد أوكي إيه إلا جيت لفميل ولا سميتهم وإني وحدي لا ما عادي عادي لا أخوة لا 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 هذا الشي حرام وذلك شي حدي على اليهود حلف دولة إسلامية فهمتي ما يمكن للناش نحتفله برأس العام ومشي من الديانة دياننا ونطلبهم من نات الشباب فهمتي ما يحتفله لا يهديهم وذك شي لان نقوله الاحتفال برأس العام اخي ضروري ضروري ما عادي نتخسكت فشي مع مع السيستيم تعيد البلاد مع المغرب ما شاء الله الدولة فيها المسلمين وفيها المسيحيين وفيها اليهودي مهم الديانات مجتمعين ويحتفلوا بمعنى بالآيات وفيها الرنضان ويقدرونها ويحترموا الآيات ويحترموا الآيات ونحتفلوا معهم أنا من العراق وعايشة بالسويد والله هو يوم حلو صراحة بداية سنة جديدة ودائما عدنا بالبيت أنه نسوي أجواء أجواء العيد أنه نستقبل يوم جديد من أول أيام السنة فنسوي أكل نجتمع نحن العائلة سوا وتكون الأجواء حلوة وجميلة وواحد يتمنى للثاني أماني حلوة وهاي هي أبن كان ين Heck لم يكن لن تشتفونه بحراث عام لأنه ليس لن تشتفونه والذي وأن تشتفونه إنه لن تشتفونه لن تشتفونه بالعيد وفي عيد صغير وبالنسبة الكريسماس وفيها ولن تشتفونه ون تشتفونه لن تشتفونه لا 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 لست احتفل شبيها وست محتفل شبيها لم أكن أستطيع المتحدة صلى الله على نبينا محمد وصلى الله على عسى وصلى الله على موسى وصلى الله على جميع الأنبياء لا نفرق بين أحد من رسله إلا أننا بهذه المناسبة ومناسبة رأسنا المسلم عنده عيدان عيد الفطري وعيد الأضحى عيد العيدين الدينيين وعندنا أعياد وطنية عيد مسيرة خضراء وعندنا عيد الاستقلال وعندنا عيد الشباب لكن بالنسبة للمسلم أنا ما أعتقده أن الاحتفال برأسنا الميلادية هذا فيه تشبه كبير بالكفر ويلحقه مجموعة من المخالفات مجموعة من الأمور التي لا يرضى بها لله ولا عيسى عليه السلام الناس يحتفلون وعندما يتغضون الحلاوي الباتيسية تكون عامرين تكون خدمين منها ينتاج الاقتصاد ومن ثم يخرج منها يتبل الجو أو يتبل المعيشة غالية من ثم يخرج منها يحتبل شوية ينسي شوية المعيشة تأخذ نوش وطلع المعيشة الحمد لله نحن جينا من الإنجليز ضروري كون رأس السنة كان جيونا كنحتفل برأس السنة وكنحتفل برأس السنة ونتمنى العام الجديد ان شاء الله 2024 يدخل الصحة والسلامة لجميع المغربة وان شاء الله هذا العام جيه ان شاء الله من الاقتصاد يتطور والسياحة يدخل مزيلا بالاصل من فلسطين وعايش بالسويد حسب كل واحد كيف يشوف مفهوم رأس السنة أنا بالنسبة لي رأس السنة هو عبارة عن يوم عادي يعني لا يفصل السنة القديمة مع السنة الجديدة انه هو كل واحد عايش حياته بشكل طبيعي وما اختلف شي هو يبقى مجرد رقم فاذا صار ان احنا بالنسبة لانوا عايشين بأوروبا فاذا كان عنا عطلة من الشغل ممكن الواحد يروح يجتمع مع العيلة ويوعدوا يعني ممكن ياخدوا عشاء مع بعض بس that's it والله شعامتا نختفوا مع الاحباب ندونزوا لعام جمعنا وندونزوا مع الاحباب تاعنا والعائلة اوه المهم نشوفوا واحد منظر جميل وقبل ما تخرجوا ما تنسوش تديروا لايك وتابونوه للشين مغرب تايمز